بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي الطلباء نحن مرة أخرى نلتقي في وضعية تعلمية جديدة في مادة التاريخ بعنوان الأزمات الدولية في ظل الصراع بين الشرق والغرب كنا قد علجنا في الوضعية التعلمية السابقة طبيعة الصراع بين الشرق والغرب وإستراتيجية كل طرف للقضاء على الآخر في هذه الوضعية سوف نركز على أهم الأزمات الدولية التي أفرزها ذلك الصراع وسوف نركز على أزمة برلين بقارة أوروبا أزمة كوريا بقارة آسيا وأزمة السويس بقارة إفريقيا وأزمة كوبا بأمريكا اللاتينية هل تعلم عزيزي الطالب بأن أولى هذه الأزمات وقعت في أوروبا وبالضبط في برلين عاصمة ألمانيا بمقتضى قرارات مؤتمر بوتسدام المنعقد في 17 جويليا إلى 2 أود 1945 تقرر تقسيم ألمانيا إلى أربع مناطق نفوذ على أن يعود تسيير شؤون ألمانيا إلى اللزنة الربعية المتكونة من الاتحاد الصوفيتي الشيوعي وإلى الغربيين الرأسماليين فرنسا بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية سبب هذه الأزمة عندما راح الغربيون يسيرون قسمهم دون استشارة الاتحاد الصوفيتي هذا كما جاء في مؤتمر لندن المنعقد في 3 جوان 1948 هذا ما أغاض حفيظة الاتحاد الصوفيتي الذي راح يحاصر كل الطرق المؤدية إلى برلين عزيزي طالب هذه الأزمة سوف تعرف فصلا آخر في سنة 1961 انتهت بإنشاء جدار برلين الذي سوف يفصل بين برلين الغربية الرأسمالية وبرلين الشرقية الشيوعية هذا ما يخص أزمة برلين والآن سوف نتكلم على أزمة ثانية وهي الأزمة الكورية في قارة آسيا إطارها الزماني كان في سنة 1950 إلى 1953 سبب هذه الأزمة عندما اجتاح قوات كوريا الشمالية الشيوعية لكوريا الجنوبية بهدف توحيد كوريا تحت راية الشيوعية وهذا ما اعتبر إخلالا لما جاء في مؤتمر بوتسدان المنعقد في سنة 1945 الذي كان ينص على تقسيم كوريا إلى منطقتين نفوذ منطقة شمالية خاضعة تحت النفوذ الشيوعي ومنطقة جنوبية خاضعة تحت النفوذ الرأسمالي على أن تكون ضائرة عرض 38 درجة شمالا هي الفاصل بينهما أمام هذا الوضع المتأزم تتدخل ولايات المتحدة الأمريكية عسكريا عن طريق مجلس الأمن وترسل قوات أممية لتحرير كوريا الجنوبية يقابله تدخل الصين لمساعدة كوريا الشمالية وبذلك ينتهي أو بذلك تحول الصراع بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية من حرب أهلية إلى صراع بين الشرق والغرب ونتج عن هذه الأزمة عدة نتائج نذكر أهمها تدخل مجلس الأمن الذي فرض هدنة بين الطرفين والتي تنص على أن قوات كوريا الشمالية تنسحب إلى ما وراء خط عرض 38 درجة شمالا النتيجة الثانية تتمثل في تكوين أو تقسيم كوريا إلى دولتين كوريا شمالية شيوعية عاصمتها بيونج يونج وكوريا جنوبية رأسمالية عاصمتها سيول النتيجة الثالثة هو انتشار الواسع للشيوعية في منطقة جنوب شرق آسيا قبله تكوين الغرب لحلف عسكري ضخم سمي بالقاموس الدولي بحلف جنوب شرق آسيا الذي أنشئ في ثمانية سبتمبر 1954 هذا ما يخص أزمة كوريا أما الأزمة الثالثة عزيزي الطالب تتمثل في أزمة السويس بقارة إفريقيا سنة 1956 فما هي أسباب هذه الأزمة؟ وما هي أهم النتائج المترتبة عنها؟ سبب هذه الأزمة عندما راحت ثلاثة قوى غربية رأسمالية باجتياح الأراضي المصرية بتاريخ 29 أكتوبر 1956 كل من إسرائيل وفرنسا وبريطانيا السؤال الذي يطرح لماذا هذا الاعتداء؟ تم الاعتداء بسبب أن جمال عبد الناصر رئيس مصر في سنة 1956 أعلن عن تأميمه لقناة السويس الشيء الذي كان كرد فعل على سياسة أو امتناع الغرب عن تمويل مشروع السد العالي بمصر هذا يعتبر سبب مباشر فهل هناك أسباب أخرى؟ نعم هناك أسباب أخرى غير مباشرة نلخصها فيما يلي أو أهمها أولا سياسة مصر الموالية للمعسكر الشيوعي والمعادية للمعسكر الغربي الرأسمالي ثانيا مواقف مصر الدائمة للحركات التحررية في العالم الثالث كالقضية الجزائرية والقضية الفلسطينية فكيف كان رد فعل القوتين الغضميين من هذا العدوان؟ كان رد فعل الاتحاد الصوفيتي في 5 نوفمبر 1956 بإرسال إنذار شديد اللهجة إلى الدول المعتدية وحثها على سحب قواتها من الأراضي المصرية وإلا سوف يقصف عواصمهم الثلاث تل أبيب وباريز ولندن أمام هذا الوضع المتأزم تتدخل ولايات المتحدة الأمريكية وتطلب من حلفائها الانسحاب هذه الأزمة ولدت عدة نتائج نذكر أهمها أولا تراجع نفوذ فرنسا وبريطانيا في المنطقة ثانيا توسع الاتحاد الصوفيتي والشيوعية في منطقة الشرق الأوسط ثالثا تدخل ولايات المتحدة الأمريكية تحت سياسة ملء الفراغ بمشروع إيزنهاور 1957 أما الأزمة الرابعة والأخيرة فهي أزمة كوبا في قارة أمريكا اللاتينية فما هي هذه الأزمة وتأثيراتها العالمية سبب هذه الأزمة هو وصول فيدال كاسترو والشيوعي للحكم سنة 1959 هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تشعر بالخطر الشيء الذي جعلها تقدم مساعدات وإمدادات للمعارضة الكوبية للإطاحة بحكم فيدال كاسترو مثل عملية خليج الخنازير في 1961 بالضبط في أفريل اندلعت الأزمة بعد أن اكتشفت طائرة تجسس أمريكية سواريخ ذات رؤوس نووية على الأراضي الكوبية متجهة نحو أمريكا هذا ما جعل الولايات المتحدة الأمريكية تحاصر كوبا وتحاصر الجزيرة بحرا في 22 أكتوبر 1962 وأصبحت بوادر حرب نووية على وشك الاندلاع لو لا الحكمة والتعقل أفرزت هذه الأزمة عدة نتائج أهمها سحب موسكو لسواريخها على الأراضي الكوبية في 28 أكتوبر 1962 النتيجة الثانية تعهد الولايات المتحدة الأمريكية بعدم الاعتداء على كوبا وتفكيك كل السواريخ المتواجدة على الأراضي التركية ثالثا إنشاء الخط الأحمر الهاتفي الذي يربط بين البيت الأبيض الأمريكي والكريملين الصوفيتي لاحتواء أي أزمة مستقبلة أخيرا عزيزي الطالب ها قد علجنا معا أهم الأزمات الدولية التي كانت نتيجة الصراع بين الشرق بزعامة الاتحاد الصوفيتي الشيوعي والغرب بزعامة الولايات المتحدة الأمريكية الرأسمالية هذا الصراع الذي سمي بصراع الكبار في أراضي الصغار ولد مجموعة من الأزمات خلفت نوع من الرعب والخوف مما استلزم حتمية التهدئة والتعايش بالحتمية الضرورية وهذا ما سوف نعالجه في الوضعية التعلمية المقبلة إلى ذلك الحين السلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة